ولذلك كان من شعار الإمام السرهندي اللي هورده في مكتوباته كان يقول نحن لا نريد كلام ابن عربي نريد كلام النبي العربي كلام جميل ما تقول ليش محيد الدين ابن عربي قال ما بهمنيش بدي أنا أسس على كلام محمد العربي مش محيد الدين ابن عربي ولا نريد الفص نريد النص أي فص وأي نص النص هو كلام الله وكلام رسوله والفص فصوص الحكم في كيك مجلد طبعا على عشرات الشروح وهو كتاب خطير وفيه مقولات خطيرة ومخيفة فيه مقولات مرفوضة في ظهر الشرع تماما لا يمكن أي قلبها للأسف وبعض الصوفية يقبلوها ويتمحل لها لسنا ملزوزين يا سيدي لسنا ملزوزين أن نتمحلها بما أن الظاهر باطل تبطله الشريعة نحن نبطله ثواب الشيخ وأجر على الله ماذا قصد ماذا أراده حر عند الله نحن لا نتحدث عن الشيخ الشيخ الأكبر قدس الله وزره لكن الباطل باطل والغلط غلط والذي ظاهره يرد يرد إلا إذا كان ظاهرا قريبا بتأويل قريب يقبل نتأول له أما إذا كان عصيا على التأويل نرده فما تقول لك في صوت الحكم وقال الشيخ الأكبر في صوت الحكم كيف قال الشيخ الأكبر في مقابل قال الله تبارك وتعالى يعني مثلا الله تبارك وتعالى قضى بأن فرعون من أهل النار ليس كذلك يقدم قومه يوم الخيامة فأوردهم النار ولا بروح بوردهم وبعدين برجح هو بروح على الجنة يعني ما أقول هذا العبث في القآن الكريم مستحيل طبعا آية واضحة جدا جدا قال لك هو إمام قومه أصلا وهو والعياذ بالله يتقدمهم إلى جهنم فأوردهم النار وهو يقدمه ما معنى هنا كلمة يقدم يعني خلاص هو قبلهم يغمس في جهنم قبل قومه وأتباعه وجيشه الظلمة ابن عربي عمل لك فص أثبت لك فيه أنه فرعون مات مسلما مؤمنا وهو ناجي ومن أهل الجنة لا نقبله نرده تماما لا نحتمل مثل هذه الأشياء هل قال ذلك ابن عربي حقا دس عليه برضو لا يعنينا يعنينا أن نرده لكن نحترم الشيخ لا نريد أن نقع في أولياء الله فمنعرف لا أريد أن نطيل عليكم يعني بفضل الله هنا كنت شابا صغيرا في نحو العشرين أيضا أكرم لله برؤى السيدة رسول الله في المنام رأيت خرج من قبره في الروضة الشريفة أيها الله سألت عن هذه المسألة بالذات شيوخ أجل مشاهير كذا يقولون كلمات تنكرها ظواهر الشريعة وهو يستمع إلي فأنا قلت يا رسول الله يعني أن هذه المقولات لا بد أن ترد ظواهر الشريعة حفاظا على الشريعة المصطفوية ثم نكلوا أمرهم إلى الله الله على ما قال ما قالش إيش فهمه دس عليه فابتسم لي وهز رأسه وأضاف كلمتين وقد يكونون عند الله على خير والله العظيم الحمد لله قلت هذه الطريقة التي ألهمني الله إياها بعض الناس كأنه عنده خصومة شخصية مع ابن الفارض أو مع الشيخ الأكبر وريد أن يثبت لك أنه كافر وزن دين يا رجل اتقي الله اتقي الله أنت مطلوب منك شيء آخر غير أنك تنهى عن المنكر إذا رأيت قولا نكرا وشيئا لا يقبل التمحل والتأويل رد هو نحن معك وقف عند هذا الحد لا تتورد في أعراض العلماء أولياء إلا صحيح وخلاص زي ما يقول مثل السوري مثل جميل جدا أنت بدك العنب ولا تقاتل النطور لا بدك العنب حصلنا المعنى ناكل الأمر هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى فالشيخ الأحمد السرهندي قدس الله وسره اشتغل في هذا الجانب شغلا قويا جدا جدا وعنده تحقيقات من أمتع ومن أروع ما يكون أنا تعلمت منه قبل حوالي ثلاثين سنة أكثر من ثلاثين سنة كنت في العشي من عمري لأول مرة لم أقرأ هذا في كتاب ولم يفهمني إياه شيخ تعلمت منه التفريق بين صفاء القلب وصفاء النفس تخيل ما كنت تعرف هذا وعنده طريقة في إثبات هذا وبرهنته رجل قطب كبير قال لك صفاء النفس يحصل للمؤمن ولكافر للموحد ولمشرك وفي ناس تشتغل على تصفة أنفسها وبصير عندها لياقات وقدرات عجيبة بحيث يفعل أشياء خارقة في العادة قال ما في مشكلة هذا يحصل للكفار كمان خاصة الهند فيها من هذا كثير ما يسمى بالفكير فقراء الهند المتصوف الهند الهندة والبذيين قال أما صفاء القلب لا يحدث أبداً ولا يقع إلا للموحد أبداً من موحد يحدث له صفاء قلب وعذا وجه الاثنان دائماً يتغلب القلب الصافي على النفس الصافية ويقمعه بإذن الله عنده تحقيقات عجيبة عنده تحقيقات كما لفت الإمام الندي ورحمة الله عليه سابق بها الإيمان والكانت عجيب في العقل المحضة والعقل المجرد كلام عجيب سلمة كان عميقاً هذا المهم لا نريد أن نطول بهذا هو أفلح وأنجح هنا كثيراً وأفلح وأنجح في موضوع في موضوع المتابعة الشرعية وخاصة للسنة المحمدية على صاحبها ألف ومليون تحية وسلام إلى أبد الأبدين كان يحافظ على السنة في كل شيء ما شاء الله عكس المتصوف الكذبة الذين ينفرطون حتى في الفرائض ويشربوا الخمر ويعملوا الفواحش شيء غريب ويزعموا أنهم واصلون وأن هذا حل لهم حرام علينا زندقة زندقة وإباحية حقيقية مر المرات كان يقول لهم ما حصل لي ما حصل من الفتوح والأرزاق والبركات إلا بفضل متابعة الحبيب الأعظم عليه الصلاة وأفضل السلام حتى أني يقول حتى إيه إني دخلت مرة الخلاء أعزكم الله برجلي اليمنى سهوا ما كان منتبه ربما سارح في شيء دخلت سهوا طبعا نعرف أن هذا خطأ ومقالف للسنة ما حرام هذا شيء مكروم قال فحرمت في ذلك اليوم الفتوحات والمقامات اليوم كان فقير جدا علشان مخالفة في سنة واحدة صغيرة شو كي يعلف تلميذه أعجب وأبلغ من هذا أنه قال لهم مرة قال لأحد تلميذه قال له وفلان يتيني بحبات من لقرنفل من ذلك الكيس كيسو فأتاه بست حبات فلم يعجبه وعرف يعني الحرد في وجه تضايق جدا قال أما يعلم الصوفي كأنه طبعا موجه لتلميذه لكن لا يقول أما تعلم شوف دعاية لجانبه وغاطره أما يعلم الصوفي أهمية وعظم الاستنان بسيد الكل عليه الصلاة وأفضر السلام أما يعلم أن الله وطر يحب الوطر جايب لي ست حبات جايب لي سبعة جايب لي تسعة جايب لي خمسة حتى في هذه حتى في هذه والله أقسم بالله رحمة الله عليه والله لو أعطي مسلم الدنيا بما فيها على أن يترك سنة مثل هذه ما وفد بها الله أكبر ما هو الحال هذا من الاتباع معقول والقطب الكبير يحنب بالله أن الدنيا كلها تعطى لك على أن تترك سنة مثل هذه ما بسوأ الذي تركته أفضل بكثير مما أخذته الله أكبر ما هو الروحانية العالية هذه هل تقول أشوفها أنا حين شعر البدني والله هل تقول اللي بديت أفهم الآن ألتقط مثل هذا المبارك ميمون النقيبة حقيق أن الله يحيي به أم ودين صح؟ مثل هذا الصدق الصاطع هذا الاتباع العجيب بهذه الطريقة صار طبعا كما قلت لكم بعث خلفائه في البلاد ليس فقط في البلاد الهندية وفي البلاد العربية بلغوا الآن ترى أنت مشايخ وعلماء وصفيين كبار وناسا صالحين مباركين تقول لك هذا يتصل لنسبوه بالمجدد وهم الطريقة المجددية ذكرت لكم في الجمعة السابقة عن الشيخ صبغة الله المجددي أول رئيس لأول حكومة في أفغانستان بعد نجيب الله صح؟ صبغة الله مجددي هو أيضا ينتهي إلى الشيخ المجدد من ناحية الطريقة طبعا إلى اليوم إلى اليوم أتبعه بالملايين عمروا البلاد بالألوف ابنه الشيخ محمد معصوم بايعه زواء مليون باعت يد على تقوى الله وعلى الذكر والعبادة والتشحر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبث الخير في الناس مليون ابنه كيف هو ما شاء الله عليه في كل مكان شيء عجيب باركة غير حادية باركة غير طبيعية فعلوا هذا لله لا يبغون من الناس لا جزاء ولا شكورة وعاشوا زاهدين وماتوا زاهدين حميدي رضي الله عنهم وأرضهم